قرار الذي أشار له قبل قليل الدكتور رائد ناجي وهو ربعين ثنين وثلاثين الصادر بتاريخ ديسمبر عام سبعة وسبعين الذي تقريبا يعد مرجعا لهذا التضامن إن كنت تتبعت الدكتور يعني يعتلي القضية الفلسطينية بعدا سياسيا لكن الأمم المتحدة أو بالأحرى مجلس الأمن دعني أحدد الآن المصطلحة مجلس الأمن الآن في ممارسته في تعامله مع القضية الفلسطينية في أكثر من مرة يستعمل حق الفيتو يحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى مجرد حالة إنسانية فقط بالفعل مجلس الأمن ومن ورائه الأمم المتحدة متواطئ ومسؤول مسؤولية تاريخية عن ويلات وتشريد الشعب الفلسطيني ودعنا نبدأ من اللحظة الخطيرة التي هي سنة 1947 سنة 1947 لم يكن اليهود الذي يملكون على الأرض أكثر من 6% من طرق فلسطين ولكن قرار التقسيم على فلسطين أعطى لهم أكثر من 56% على الرغم أنهم لم يتجوزوا الـ 6% يعني منذ اللحظة التي تدخلت فيها الأمم المتحدة كان تدخلا متحيزا لإسرائيل هذا جنب القرارات التي خرجت من عباءة الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن كان فيه تحيز للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مطلق يعني لا غبار عليه يعني الطرف المتحيز الأكبر والمسؤول الأول يعني على توجهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إسرائيل عبارة عن قاعدة عسكرية قائمة في الشرق أوسط لحماية لمصالحها وكذلك لدور اللوبي الصهيوني ولعملية السيطرة على الشرق الأوسط ولذلك تخصيص يوم هذه من النفاق في العلاقات الدولية من النفاق في مخرجات الأمم المتحدة يعني 364 يوم لتعذيب الفلسطينيين ويخصص لهم يوم واحد لديبلوماسية العلاقات العامة أعتقد بأن الضمير العالمي وإذا أخذينا فقط الولايات المتحدة الأمريكية في بداية هذه السنة صدر كتاب لمارك لامونت هيل كتاب اسمه الاستثناء الفلسطيني حدود السياسة التقدمية وهو إيدانة تامة لليسار الأمريكي للحزب الديمقراطي الأمريكي ويقول له أنت الذي تناصر يعني قضايا كثيرة في العالم كيف يعني تعمى على رؤية الفلسطينيين وهم يقتلون وهم يعذبون وهم يهجرون وكذا فالكتاب لا قادة جاء فتلاحظ بأنه ما يحدث الآن هو الآن نعيش في فترة السعي العالمي للتصفية القضية الفلسطينية ولكن الدكتور إن سمحت لي الظلم الملحق بالشعب الفلسطيني وفلسطيني كقضية كلية لسي قضية يسار أمريكي فقط هناك ربما قرار ثابت أمريكي ثابت طوال الزمن تتداول عليه الأنظمة ما بين جمهوريين وديمقراطيين تقريبا في نفس الوضع مهما تغير النظام يبقى نفس المعاملة مع القضية الفلسطينية هو صحيح يعني كل الإدارة يعني إدارة الحزب الديمقراطي أو الحزب المحافظين الجمهورية نفسها لكن أنا نقول لك على مستوى النقاش الفكري وعلى مستوى النقاش عن التأثير السياسي في إدانة على أساس أن الحزب الديمقراطي هو الحزب الذي يعني دائما يرفع شعارات ويرفع قيم يعني مناصرة المقهوريين ومناصرة يعني والديمقراطية وما إلى ذلك كعكس المحافظين اللي سيطر عليه اللوبي الصهيوني يعني بشكل قوي جدا نعم فتشوف بأنه الآن يعني في الضمير العالمي تعتبر القضية الفلسطينية يعني هي الدليل على أن هناك يعني العلاقات يعني ما يسود في العالم هي يعني هي المؤشر القوي على الضعف مؤسسات الدولية في الترتيب لتعالى الأمن صحيح القضية الفلسطينية تمثل يعني المعلم لكل دول العالم بأن هذه المجلس الأمن والأمم المتحدة هو ترتيب لموازين قوام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا علاقة له بالأمن الاستقراف طيب